في السابع عشر من مارس في العام الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين والفوابيلور المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ويشتبه في قيامهما بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الجيش الروسي وبموجب نظام روم الأساسي فإن الدول التي صادقت على الوثيقة ملزمة باعتقال المجرمين المطلوبين إذا كانوا على أراضيها صادقت منهولها على نظام روم الأساسي في عام 2002 وصل بوتين إلى أولانباطر في الثاني من سبتمبر وقد طلق استكبالا بكل الشرف بدلا من اعتقاله وهو ما يهد انتهاكا واضحا للقانون الدولي مما أثار انتقادات من أوكرانيا اليوم أزل بوتين منغوليا باستخدامها بسخرية كوارقة مساومة في لعبته الجيوسياسية وأود أن أذكر ممثلي سلطات هذا البلد بأن القدرة على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي هي أحد المهايير الرئيسية لانتماء الدولة إلى العالم المتحضر العالم الذي يقدر حياة الإنسان وحريته إن توفير ضمانات أمنية لمجرم يقود جوهر النظام القانوني العالمي وينتهك بشكل خطير قيم الدول الدموقراطية ومن خلال رفضها اعتقال بوتين تكون منغوليا قد هردت عن عمد ذاتيتها الدولية للخطر الاتحاد الأوروبي غاضب أيضا من موقف منغوليا وعفقا لهيئة الإزاعة العامة الإسطنية فإن أهضاء البرلمان الأوروبي يطالبون رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بالرد على قرار أولان باطر إذا أخفقت منغوليا في الوفاء بالتزاماتها قهضوا في المحكمة الجنائية الدولية فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يبهث برسالة واضحة إلى منغوليا في شكل تدابير دبلوماسية واقتصادية يجب أن تدرك منغوليا أنه سيكون هناك رد فعل من المجتمع الدولي ليس فقط من قبل أوكرانيا ولكن أيضا من قبل دول أخرى وخاصة تلك التي وقعت على النظام روم الأساسي ومن الواضح أنه ستكون هناك عقوبات ضد مثل هذه الأعمال التي تقوم بها أولان باطر ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن منغوليا في الواقع تثبت أنه من الممكن أن تنتهك القانون الدولي وتظهر نفسها كدولة لا تخشى العقوبات الدولية ولكنها ليست على الحق يتمثل الهدف الرئيسي لبوتين في منغوليا في إقناع أولان باطر بالسماح ببناء خط أنابيب قوة سيبيريا 2 إلى الصين على أراضيها هذا المشروع وفقا للكريملين يجب أن يغوض جزئيا خسارة شركة غازبروم الروسية لسوق الغاز الأوروبية وفي المقابل تدرس موسكو إمكانية إمداد منغوليا بالغاز الرخيص كما قال بوتين في مقابلة مع صحيفة أونودور المنغولية أولان باطر مهتمة للغاية بهذا الأمر وأوضح متخدث باسم الحكومة المنغولية في تصريحات لصحيفة بوليتيكو إن الدولة لم تافي بالتزامها بالقبض على بوتين بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة تستورد منغوليا 95% من المنتجات النفطية وأكثر من 20% من الكهرباء من أقرب جيرانها الذين سبق أن انقطعت عنهم الإمدادات لأسباب فنية هذه الإمدادات ضرورية لخماية وجودنا ووجود شعبنا إن لروسيا تأثيرا سياسيا كبيرا على الوضع في منغوليا وهناك عدد من المشاريع الاقتصادية التي تجري هناك ومن الواضح أن أولان باطر تعتبر أن تحقيق بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة هو الأمر الأهم بالنسبة لها قد يزور بوتين قريبا دولة أخرى صادقت على نظام روم الأساسي وقد دعت المكسيك الدكتاتور الروسي لخضور حفل تنصيب الرئيسة كلاوديا شينباوم ورفضت الدولة طلبة كيف إعتقال بوتين بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال زيارته نيكي تاسكوبليكوف لقناة يويتويا ربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر